ملتقى المالية التشاركية وهو تجسيد وامتداد الهوية وسبب إنشاء الأكاديمية وهو التثقيف المالي التثقيف المالي اللي كيسميوه الإدوكاسون فينانسيار كتسعى إلى تبسيط المفاهيم المتعلق بالمالية بصفحة عامة والمالية التشاركية خصوصا لدى المواطنين سواء خواص أو شركات أو حتى مؤسسات وهذا التثقيف المبتغى منه هو الإدماج أو الشمول المالي لأن هذا ورشة كبيرة فتحتها الحكومة لأنها تساعد على التنمية ولذلك هذا الملتقى أخذنا لك شعار المالية التشاركية أداة للإدماج ورافعة للتنمية إذا بقيته كتذكره في عام 2015 من خرج القانون المصارف التشاركية الدباجة كانت تسعى إلى أن هذا القطاع المالي التشاركية يساهم في التنمية ويساهم في الإدماج المالي ويساهم في إدخال واحد المجموعة للناس الذين كانوا هربانين من المنظومة المالية لأسباب عدة ومنها الأسباب الاعتقادات والقناعات الشخصية ديالهم الدينية ما كيتعاملوش مع البنوك وما كيتعاملوش مع شركة تأمين لقناعات شرعية هذوك السلطات والفاعلين بغاوي جلبهم نحن من اللي نشئنا الأكاديمية في 2015 سعينا إلى تحقيق هذا الهدف والملتقة هو أكبر تظاهرة عملناها من بعد هذيك ديال 2017 من طبعه الحال اللي غا تحقق هذا الهدف وذلك من خلال النشاطين كبيرين النشاط اللول هو معرض معرض ديال البنوك التشاركية والنوافد وشركات التكافل المطابقة للشريعة ديالتأمين وشركات تسكيك تسكيك هي اللي كتصدر السكوك شركات كتصدر السكوك تبع السوق المالية والبورصة كذلك لأنه عندها دور في هذا المجال باش يفتحوا أبوابهم للمواطنين غا دين كانت ترقبوا ما يقرب من 40 ألف زائر في هذا المعرض خلال ثلاثة أيام وهذا الرقم حققناه في النشرة الأولى دياليال 2017 وغا ديجيوا ويتلقوا هذيك البنوك يسمعوا العروض ديالها ويقارنوا ما بين العروض ديال كل البنك ويتعرفوا على المالية التشاركية ولكن ربما كذلك يفتحوا حسابات ويأخذوا تمويلات خاصة وأن البنوك والشركة التكافل اللي غا تكون عارضة غا دي تقدم عروض امتيازية خلال هذي ثلاثة أيام ما كتفناش بالبنوك لأنه مليكي جيزائر كيبغي يمول العقار دياله فغا ديكون شركة اللي هي العمران كتمتل القطاع ديال العقار وغا تكون شركة كتمتل كذلك قطاع السيارات وهي أطهول اللي بشي من ليجيزائر يلقى بشي شري ويلقى ما يشري لأنه الآن في القطاع 85% من التمويلات كتمشي للمرابحة وأغلبها 90% من ذلك 85% للعقار وبدأت السيارات شوية كذلك كتتحرك بطبع الحال إلى جانب ذلك هناك تمويل لأغراض الشركات والمقاولات ولذلك نعود نرجع للملتقى الهدف من الملتقى هو التركيز على المقاولات لأنه بغينا نساعده متواضعين بغينا نساعده البنوك والقطاع والمشرفين على القطاع بشي يقع واحد تحول من تمويل الخواص في العقار وشراء المسكن والسيارات إلى تمويل المقاولة والشركات فلذلك كان واحد الحصة خاصة تحت إشراف لسجوهم الكونفيدالية العامة لشركات المغرب وإشراف الأكاديمية وغا تيجيو فيها أعضاء لسجوهم وغا تيجيو أرباب البنوك والتكافل بشي تكلموا على ما تقدمه البنوك التشاركية وشركة التكافل وشركة التسكيك اللي كتدر السكوك للمقاولة وللشركة وختاما كان واحد الإشكالية واقعة في القطاع الآن معروفة هو أنه الإقبال على التمويلات كان منقطع النظير نسبة للنموذ 35-37% كل سنة لكن الإقبال على الودائع أضعف والودائع تشكل تلت فقط من مقدار التوظيفات اللي هي التمويلات هذا ما هيش موضعية عادية طبيعية هذي ربما واحد يعني النقص قصنا البنوك يدركوه وهو نقص مرتبط بفتوة القطاع لأنه عاد بداء غذي نركزو احنا في هذا الملتقى وفي هذه المحاضرات على الاقتباس من دول أجنبية اللي هي ماليزيا وتركيا والأردن والسعودية وتونس كيفاش هما تعاملوا مع هذا الظاهرة كيفاش كيستجلبوا الودائع كيفاش كيستألفوا الزبون لأن هذا قطاع استئلافي هذه مسألة مهمة وغذي يجيوا إذن استاديا للمحاضرين دوليين وينضافوا المحاضرين المحليين وينضافوا لهم يعني الهيئات الرسمية اللي كتقنن القطاع باش نساهموا في إيجاد بداية حل لهذه الإشكالية فالخلاصة وأنه كين معرض للتعريف بمنتوجات للقطاع وكين ندوى في هاتلتي ايام لمباحثة ويعني نقاش مواضع ديال الساعة اللي متعلقوا بالقطاع المالية التشاركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر